وهذا بقود لسؤال المليون دولار فإذن كيف أتبرر؟ نعم كيفية التبرير؟ نعم تعالوا ممكن نجرى جزء مع بعض في كلمة الله ممكن يطارد على السلايد قدامنا في الشاشة في رمية 3 24 هذا الجزء الشهير متبررينة مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارا بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السلفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع أيضا فيه جزء في السلايد التالي من رسالة يعقوب أصحاح 2 يعقوب بيتكلم عن التبرير قدام الناس أو برهان التبرير بالحياة العملية ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه إن كان أخ وأخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضيها بالسلام استدفئة واجبعة ولكن لم تعطهما حاجات الجسد فما المنفع هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاتي إن لم يكن له أعمال ميت في ذاتي لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا ليه أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني إيماني فعش كده في الإسلايد اللي جاي كمان هنتكلم عن ثلاث حاجات أساسية هنتكلم عن التبرير من جهة الله ومن جهة الإنسان معنى كده إن إحنا بنشوف إن الله له دور وأنا ليه دور ما اقدرش في التبرير الله يكون ليه دور وأنا ما ليهاش دور لأنه في ناس بيلغوا الدور الإلهي إنه عايز يتبرر بذاته لا ده الله هو الذي يبرر وإنتكلمت عن مثل الفريسي مثل الفريسي أيها أو ما أقدرش ألغي دور الإنسان ليه؟ لأن أنا زو إرادة نعم والروح القدس لما بيقنعني إن أنا مذنب عن طريق بيقنع العقل والضمير زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة عشان خاطر أنا أخد قرار إن أنا أقبل إن أأتي إلى الله وأتبرر أو أرفض وأظل فيه ذنوبي وأهلك أيها فعش كده الله له دور وأنا ليه دور تعالوا نرجع مرة تاني للسلايد الله ليه دور أنا ليه دور فهنتكلم عن كيفية التبرير رقم واحد رقم اثنين هنتكلم عن ثمن التبرير رقم تلاتة هنتكلم عن برهان التبرير في كيفية التبرير هنتكلم عن دور الله ودور الإنسان كيف أتبرر؟ كيف الله يبررني النعمة؟ عشان كده متبررين مجانا بنعمته إيه ما هو دوري كإنسان؟ الإيمان عشان كده دي تاني نقطة الإيمان عشان كده بنجرأ متبررين مجانا بنعته بالإيمان اللي يسعى المسيح الذي قدم الله كفر بالإيمان بدمه طيب ثمن تبريري ده زي ما كنت حضرتك بتقول في المقدمة الجملة لمست قلبي جدا كم تكلفت السماء؟ بنجرأ في نفس الجزء الكتابي الذي قدمه الله كفر دي الثمن من جهة الله وده النقطة الثالثة أن تبريري كلف الله أنه يقدم ابنه ليموت على الصديق كفارة لخطيئي وده الأساس القانوني للتبرير هنتكلم عن النقطة دي رقم أربعة طب كم السمن من ناحيتي كم التكلفة من ناحيتي أنا كخاطي مجانا وده رابع نقطة متبررين مجانا أيها طيب هل هذا التبرير مبرهن أقدر أطمئن أني تبررت؟ نعم ونشوف خمس نقطة البرهن من جانب الله الله برهن أني تبررت أنه أسلم من أجل خطيئنا وأقيم لأجل تبريرنا فقيامة المسيح برهن تبريري وده نقطة هنقشها طيب البرهن من جهتي أنا أنا نيلت التبرير؟ نعم هل الله برهن؟ نعم بقيامة المسيح كيف أنا أبرهن؟ هنا يأتي دوري عقوب اتنين الأعمال المقصود بالهنم مش الأعمال الصالحة خالص لكن المقصود بها أعمال الإيمان الترجمة البرهن العملي البرهن العملي